تطلع العبد على هذا العالم الخارجي المحسوس هي السمع فالآلة التي بدأت في الاشتغال هي السمع السمع هكذا لكن أيهما أقوى دليلا المسموع أم المرئي المسموع أم المرئي طبعا المرئي ليس من شاهد كمن ولا ليس من سمع كمن رأى الذي يسمع ليس كمن رأى أنا سمعت بالليكين وحد دولة يقولها موزنبيق مش بحق اللي أعيش فيها ياكاس اللي أعيش فيها رأى أكثر علاش لأن اللي أعيش فيها هو اسمه هو فين وصل هو وصل واسمه العين اليقين عين اليقين اليقين عاينه يعني رأاه زد مجسما أمامه إذا إن شاء الله تبارك وتعالى فأول جارحة تبدأ في الاشتغال لمعرفة البيئة المحيطة بك هي السمع لكن الأكثر أهمية والأكثر قوة في الدليل هي المشاهد هو الذي يشاهد الإنسان ولكن الله تعالى يقول ألم ترى لأمر لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله يقول إن هذا الذي يروى عليك ويخبر به من قبل الله هو زيد هو في منزلة المرئيات إذن نحس الدليل الآخر اللي هو الدليل العقلي دليل العقلي شاء الله قد يصل إلى مرتبة واسمه الرؤية قد يصل إلى مرتبة عين اليقين يعني الدليل الذي به تستطيع الوصول دليل العقلي الذي تستطيع به الوصول إلى الحقيقة قد يكون أقوى من رؤية الإنسان للشيء الله أكبر الله أكبر هذه مسألة مهمة إذن ما هو الدليل هنا شاء الله الذي ارتفع إلى درجة عين اليقين في ألم ترى أولا أن الله أنزل فبالنسبة للمؤمن إذا أخبر الله تعالى زيد فهو الحق هو الحق وخمشنش هو الحق لأنه من الله وهل بعد الحق إلا الضلام ومن أصدق من الله قيل هذا بالنسبة للمؤمن لكن بالنسبة لغير المؤمن بالنسبة لغير المؤمن كيف يكون الدليل العقلي إن شاء الله تبارك وتعالى أقوى من الدليل الحسي كيف ألم ترى كيف ترفع إن شاء الله ألم ترى إلى درجة ألم تعلم علم اليقين بما وقع كيف إحنا بالنسبة للمؤمنين إذا قال الله صدق الله وصدق رسوله ومن أصدق من الله قيل هذا بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة لغير المؤمنين كيف يرتفع إن شاء الله تبارك هذا الأمر هو مسألة تسمى إذا وصلك الخبر زيد أنت مشتوش ووصلك الخبر عن طريق زيد قاعدة تسمى التواتر فالقرآن وصلنا عن طريق التواتر وهذا دليل عقلي ما معنى دليل عقلي أي أن عقل الإنسان كيفما كان مؤمن أو ملحد لا يمكن أن ينكر حجية التواتر أبداً للوصول إلى الحقائق ما معنى التواتر أي يعني روت مجموعة عن شخصين ما أمراً ما فبلغته إلى مجموعة أخرى نفسنا وكلا الجماعات التي كان الخبر ينتقل بينها هي جماعة بلغت حد التواتر بحيث يستحيل عقلاً زيد أن يتواطئوا على الكريم أفهمتوا هذه القضية ولم أفهمتوا واشا كفاء منها القضية أنت التواتر إلا ما فهمتوا شا قولوا لي سيانور الدين قالوا أصفت واحد لخبر هذا الخبر نقلوا عليه ستين واحد ستين واحد كلهم يقولون بنفسه ما قال اللي تمشي عنده تقول له سيانور الدين راح قالنا إن شاء الله نهرج معه راكين كذا وكذا آه عباد الله قال كذا كذا بستين يقولوها لا يزيدون ولا يقول وذوك ستين وكل واحد قال ستين شحال ولي نظر 3600 وهذيك في 3600 مشت قالت كل واحد دين تأتي قال غلزوش هاسب على فميتين كلهم يروون من المصدر عبر سلسلة من الجماعات بلغت حد التواتر تنقل كل جماعة بلغت حد التواتر إلى جماعة أخرى حتى وصلنا هكذا القرآن وصلنا بهذه الطريقة وهذا دليل عقلي وهو أكوى من الرؤية لأن الرؤية قد واسمه قد تشوفوا هالقضية إن شاء الله اللي ما منبيش فيها مزيان هذا كيسم ما واسمه عين اليقين عين اليقين هو كي تشوف فيرتقي الدليل العقلي إلى عين اليقين وهل يرتقي الدليل العقلي إلى حق اليقين يرتقي الحق اليقين اللي هو أعلى حق اليقين حق اليقين عين اليقين يكفي ولا ما يكفيش يكفي واليقين يكفي ولا ما يكفيش يكفي ولكن عين اليقين يقين وتشوفه هو أعلى وحق اليقين واسمه واسمه يوصل درجة حق اليقين هذي شرفين كان هذا حق اليقين عند من يكون ها أنت مثلا سأقوم بإنفسرها الآيان وقفوا عندها الهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين ها هو أنا عارفه وصلنا لعلم تعليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها عين هل عن عين اليقين شفوا جهنم عين اليقين وحق اليقين واسمه واسمه حق اليقين واسمه حق اليقين حق اليقين هو شف جهنم وادخل لجهنم واسمه حق اليقين واسمه حق اليقين أراه في الوسط وكذا وكذا هل يستطيع الإنسان أن يدرك حق اليقين حق اليقين هو علم الله المطلق المحيط لأن عين اليقين رأك تشوف لكن لا تحيط بكل المرئي من كل جهاته زيد وخصائصه وحق اليقين هو علم الله المطلق المحيط بكل شيء فإن من في النار يعاين هذا اليقين لكن لا يعرى كل ما في النار من حقائق ماذا حق لي إذن ألم ترى أشكي يقول سيدر بيسانة زوجي أنت لم ترى يا محمد كنت لازلت لم تولد مزال ما تولد فالله سبحانه يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت لم تكن موجودا لكن الحقيقة التي وصلت إليك زيد هي أعظم من رؤيتها لأنها أولا من الله ثانيا لأن أولئك الذين عاشوها ورأوها كاللي كان عنده عشرين عام كاللي عنده ثلاثين عام جدك عبد المطالب كاللي عنده شستين عام شافها عمومك شافوها أبو جهل شافها أبو سوفيان اللي حاربك وش حال شافها هل كذب هؤلاء حينما قال تعالى ألم ترى كيف فعل لم يكذبوا الذين حاربوا هذا القرآن وكانوا يبحثون عن كل ثغرة من أجل من أجل أن يطعنوا في القرآن هل لو رأوا منفذا ينفذون من خلاله لتشكيك الناس في هذه الرواية هل كانوا يتكاسلون وهم أحرصوا الناس على إضلال الناس أبدا قالوا شفنا شفنا جدوا يحكي له جدوا يحكي له مني نزلتها بالآية يعني النبي وش حال كان عنده خمسة واربعين عام يعني فوت خمسة سنين في النبوة واللي كانت عنده عشرين عام في كلوقيته منين وقعته وش حال يكون عنده خمسة وستين عام عاش معهم ولا خمسة وستين عاش مولا سبعين عاش مولا ثمانين ويسمعوا القرآن يقول ألم ترى كيف يقولوا نعم رأينا وعشنا ذلك ويجيب لهم ذاك الشي بالتفصيل ألم ترى كيف فعل أربك بأصعاب الفيل ألم يجعل كيدهم في التظلير ويروي القصة بتمامها وبكل أحداثها إذن فالدليل دليلان دليل حسي إما أن تصل إلى الحقائق عن طريق الحواس وأقوى الحواس هي الرؤية وإما إن لم تحذر فتستطيع الوصول إلى الحقيقة بالدليل العقلي بحالة مثلا إحنا شفنا الدخان خارج من هي هاش كنقوله هاش كنقوله هناك نار انت يشتغل الدخان والدخان هو اللي يعطيك الدليب اللي لا دخانة بلا نار كيقوله هاك لا دخانة بلا نار لا دخانة بلا نار معنى الدخان طالع هي في ذاك الجبل مجيت في الجزائر ما معنى ذاك شيء معنى أن هناك نار مشتعلة حتى ولو لم نرى النار رأينا أفرها فالعقل يتتبع هذه الدلائل والآثار للوصول إلى الحقيقة التي يريد وهكذا سيضرب بخلقنا الله سبحانه عز وجل أعطاننا كل شيء هذه المسائل باش لنفقه هو الذي أخرجكم من بطون أماتكم زيد لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع زيد والبصر زيد ولفئدة لعلكم تشكرون الدليل العقلي والدليل النقلي دائما والدلائل عن طريق هذه الحواس ألم ترى وسواسد ربي ألم نعلم ماذا كيف الله الله ما معنى كيف ما معنى كيف بصموية كيف الحديث عن ما الحديث عن ما عن الحالة ألم ترى إلى حالة ألم ترى كيف فعالة ألم ترى إلى الحالة التي آلت إليها من جاء ليهدم بيت الله الحرام عدوانا وظلما إذن الحديث عن ألم ترى إلى كيفية القضاء قضاء إلا على هؤلاء شوف كي دارس دربي العديان شوف المولان حينما يبطش بأعدائه كيف يفعل شوفوا العديان من البشر منين يهجموا على البشر كيف يفعلون أقواهم واسمو غديدين انظروا إليه انظروا إلى الحالة التي تقول إليها شكور حالة أولئك المعتدى عليهم من قبل هؤلاء الجبابرة هذا شكور هذا هذا الجبار في الأرض فكيف بالجبار سبحانه تعرفوا ما واسمو قال واسمو قال قالوا من أشد مننا قوة لكن اللي جاء بالفيل واسمو قال واسمو قال إلا اللي يمن إذي هو اسمو القصدية وكان عندي واسمو القصد واسمو كان القصدية ما هو قصده إبراها واسمو كان القصدية ها ها هدم الكعبة صافي هدم الكعبة صافي الكعبة يهدمها كي يولي ويبنيها وش عامرة ويجي السيل يجرفها ثم يعادوا بناؤها اللي ناسمو القضية القضية اسموه هي الفكرة هي فكرة زين الوحي فكرة عبودية العبد لله النصارى كانوا يريدون في تلك الآوينة زين أن يصرفوا الناس على عن الفكرة التي تجمع الناس نحو قبلة وحدة وتوحدهم فأرادها هي حرب دينية حرب دينية لأنها ليست حالة الناس يقول لكم نحن إن شاء الله تبارك وتعالى نخشى أن تهديم إسرائيل بيت المقدس بيت المقدس وش هو البناء هو البناء بيت المقدس أنا ما يقول لهم إن شاء الله تبارك وتعالى أنا أعطيكم الله ميات كتار أروحوا ديروا بنيوا بيت المقدس وكذا وكذا في فلسطين لا ما شيء قضية البناء تلك الأرض المباركة التي خصصها الله ليجعلها الرابط بين بيت الله الحرام والإسرائيل وقد يفتلين تكلم لكم علاش الحديث هنا على بيت الله وعلى السن من بعد إن شاء الله تبارك وتعالى في التالي بإذن الله نتحدث عن هذا الهجوم على تلك الأرض لكن فلسطين لحد الآن في الشام في بيت المقدس ما علاقتها بالفيل وما علاقتها بمشروع أصحاب الفيل ألم ترى إلى الحالة أي كيف فعل وأمني تسمعوا كيف فعل والفعل ينسب إلى الله ما الذي ينبغي أن تستحذره في عقلك أنت كمسلم زيد القدرة لا متناهية ففعل الخلق لا يمكن أن يقارن بفعل الخالق أبدا أبدا وحدين أعيبهم بصيد ربي في القرآن وقال لهم يجعلون يجعلون فتنة الناس كعذاب الله ألطيف ألطيف هذا منكر كبير حتى ولو أنزل بك كل العقاب هل تقارن عقاب العبد للعبد مهما اشتد في استعمال وسائل العذاب والتمكين يضربك من اسمه بالنووي ما الله بكذا لا يمكن أبدا للموحد أن يقارن ذلك باش برحظة واحدة تقف فيها بين يدي الله 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 هلاش أولياء الله العلماء الذين ربانيين الذين يخشون أحد يخشون الله سبحانه وزوجل منين يجيوا وقولوا الحق يتصغروا أمامهم أهل الباطل مهما تجبروا العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام في الشام سلطانه على اسمه سلطانه العلماء بعد ما مالك بحف قلنا مقبل ما تجيبوا المال على فقراء المسلمين لتجهيز الجيش لقتال أولئك الغزاد أولاً يخستكم تخرجوا الأموال دي الأمة محمد من الخزائن ونبيعكم أنتم باش تديوا الحرية نتاعكم ووجل المال وتجيبوا كل شي الذهب اللي عند النسان تاعكم منين تصدقونه إن شاء الله وتوليوا بحالكم بحال المسلمين أنا ذاك إن شاء الله تبارك وته ما بغاوش أش دار أش دار خرج من الشام فخرجت معه زي كل الشام خرجوا ما قالوا في الموت مشين مشي قالوا له حكم انت يا الله بلا واحد شو السيد يا العلماء وفي التالي في التالي في التالي جاء عنده شكول شكول جيجان جاء عنده جاء عنده المرسول يال الأمير ركب على العود مرسول من عنه فأطرق الباب فخرجه ابنه العز بنه على السلام قال له أبوك في البيت قال له قل له السلطان يطلبه الحضور عاجلا قال له واخرني جاي واخرسي واسمه دار اغتاس له ولبس الأكفان ومساعد كذا قال له ابو الولد يقول له ابو ألا تخشى من بطشه وقد بطش بأقوام كث قل له إن أباك اسمه اسمه أهون عند الله من أن ينال الشهادة يا رب يا رب يا ريد باك أهون عند الله شو للتواضع قال لك ورهم يستنوا حينما يقفوا بين يدي هذا الجبار أنا قد يدير لده فوقف بين يديه فإذا بكل الخدم والحشم والزباني يتعجبون من تعامل السلطان الجبار مع العزباني كيف حالك يا شيخ يقدر الشيخ حاجاته ماذا يصلح يا شيخ ماذا تقول عن كذا يا شيخ صار كالفأر بين يدي العالم فتعجب الناس استدعاه لكي يمطش به فعل فيه ما فعل ثم لما رآه إذا به يتصاغر حتى تعجب الناس تعجب الناس فتلك له يا عز قال له ما هذا الذي رأينا كيف الزمان قال لهم والله لقد تصاغر في عيني حتى لم أكن أرى لا أرى إلا جلال الله لا يمكن أن أجعل مخلوقا في مرتبة الخالق فلا تخشون وخشوني خشوني إن كنتم مؤمنين ويقول سيبقى يقارن البطش ديال البشر مهما أوتوا من قوة مع بطش الجبار إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أوروبيا القدر المطلقة فعال لما يريد كان يقول غي فاعل لما يريد فعال هل تك عدث الجنود فرعون وثمون بل الذين كفروا في تكذيب أوروبيا والله من ورائهم محيط 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 معناه اسمه أنهم في دائرة لا يتعدونها مهما سولت لهم أنفسهم أنهم يستطيعون أن يبطشوا أو أن يفعلوا شيئا هذا الملك ملك الله اسمعي يا إبراها وهرق الليالك والنصارى ديالك ما بغي تشتبعوا عيسى عليه السلام والطمط والبيت الله الحرام تبقى دائما شكون هما هذا الكتاب دائما في صراع إلى يوم القيام دائما في صراع إلى يوم القيام ضد الحنيفية ألم ترى كيف فعل حينما تستحذروا فعل الله تعالى أنا واسمه يبالك واسمه يبالك واسمه يبالك من يبقى يقولك طيرا أبا بيل وجاء بعض المفسرين قال له الناموس الذهب إذا أنت الآن واسمه لك ده واسمه أنت الآن تؤول هذا فعل الله يا أخي هذا فعل الله هذا الله تعالى لما أراد أن يقضي على أعدائه في قبيلة سادوم الشواذ الشواذ أمر ملكا بجناح واحد عند سبعمية جناة أن يرفع قرية سادوم إلى السماء ويجعل عاليها سافلها حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب الله الله يا القوة هذا مخلوق واحد استعمل جناح واحد يقلب به بلاد كاملة الأردن آه ربي 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 يا رب يا رب ما قدرناك حق قدرك والسماوات مطويات بيمينك يا رب هذا الله جليل ألم ترى كيف فعل الحديث عن فعل الله حديث ذو شجون يفطر الأكباد كيد العديان ديالوسي درب هذا يغرق منهم من غرقنا منهم ما رسلنا عليه حاصبة منهم جاد الصيحة تعرفوا الصيحة واسموها الصيحة واسموها الصيحة صيحة غير صيحة صيحة حولت كل المخلوقات المعذبين بها زين إلى أجساد بلا أرواح الريح العاتية جنود جنود لله تعالى جنود لله جنود السباوات والأرض الخص المسخ كل شيء ألم ترى كيف فعل زين ربك ولش قال هنا ربك الوغش لماذا لم يقل ألم ترى كيف فعل الجبار لأن المقام يقتضي في مسألة إنزال العقاب على أعداء الله أن يتناسب مع الإسم الجبار دي المنتقم ألم ترى كيف فعل القوي المنتقم ألم ترى كيف فعل الجبار ألم ترى كيف فعل العظيم ألم ترى كيف فعل القدير ألم ترى كيف الأسماء دي الجلال ألجب ربك وخاصة الخطاب الآن لمن هذا تخفيف على نبينا وعلى المؤمنين وهم يقرؤون الآيات التي تتضمن إنزال العقاب على أعدائه هذا نوع من تخفيف الخطاب على المخاطبين من أمة رسول الله الله الرب والرب اسمه هو هو الذي يتعاهدك بالتربية الخلق زيد و خلق والإمداد والهداية والتوفيق يا سيدة ربي سبحانه الله كيتكلم على مننا على فضله على نبينا صلى الله عليه وسلم على فضله على نبينا الرب وكان الأولى بالنسبة لنا نحن 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 لما نفهموش إن الإنسان من يسمع الكلام دي الفعل كيف يفعل الله بأعدائه يستعملوا صفة الجبار كما يقول سيدة ربي الله عزيز ذو انتقام كما قال سيدة ربي في أواخر سورة إبراهيم أش كي يقول سيدة ربي سبحانه الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزيول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعنده رسول الله إن الله عزيز ذو انتقاء استعمل الانتقاء لكن رب لأنه تخفيف على نبينا ويتحدث عن كيفية فعله بالجبابرة فيذكر بأن هذا الذي فعله في أعداء الله هو نعمة بالنسبة للنبي وللأمة الله هذا نعمة لأن الله من يقضي على الظالمين أش كيف يقول سيدة رب يفتح لي وقيل الحمد لله رب العالمين كل من يتكلم سيدة رب على القضاء على الأعداء يكملها وقيل الحمد لله رب العالمين كما كان في سورة الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله نعم نحمد الله هذا فعل الله الأعظم ينتقم به من أعداء الله لكن هذه بالنسبة لنا والنبي والأمة نعمة أن حفظ الله البيت أن دافع الله على فكرة الإسلام أن وقف الله بالمرصاد لمن يريد أن يسيأ إلى ديننا هذا نعمة بالنسبة ولذلك جاءت الرب للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث عن كيفية انتقامه بأعدائه ثم قال ربك وهذه الكاف هي تشريف لنبينا عليه الصلاة والسلام لأن نسبته إلى الله كأنك يا محمد هالكاف في حفظا مما أنزلته على الأعداء وكأنني فعلت ذلك باش باش لمن لخير هذا الدين وللدين الذي أرسلك الله به الله 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 شو الكاف لما تشوف هذا العذاب الذي أنزلته على الأعداء علاما علاما هو من أجل هذا الدين الذي أرسلك الله به من أجل الفكرة التي أرسلك الله به فربك ربك ينتقم من أعداء الله تبارك وتعالى حينما أعراد السوء بهذا المكان الذي سيكون منطلقا لدعوتك ولدت فيه وعشت فيه وبعثت فيه وفيه تبلغ الدعوة ومنها تنطلق الدعوة إلى العادابين الله ربك كيف فعل ربك بي ما معنى بي بأصحاب الفيل بي يكون قال ألم ترى كيف فعل ربك يعني بي إلى ما تشير هذه الحرف هذا بأصحاب الفيل أي أصحاب الفيل باش بكل ما يملكوا القوة وتخطيط كل ذلك فرة 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 تحت قبضة الجبار أي هذا البي الباب الباب كتوري لك أن الله عليم بتفاصيل كل ما دار في هذا الخندق المعادي الإسلام يعني الخطة اللي جوا بيها القوة نتاحهم كل شي كل شي رأي شايفوا أصدرهم المكرديالهم كل شي كل شي بي معنى أن يعني أن هذا العذاب لم يوجه فقط إلى الفيل وأصحابه لكن لمن يوجه في الحقيقة لمن 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 لا لا الأصحاب الفيل زيد تخيل أن تقتلوا أصحاب الفيل وبقتل فكرة يعني أنه استئصال لأصحاب الفيل ولكيدهم ولمكرهم ولتخطيطهم ولتآمرهم البي كنسدر بي نزد العذاب على مجموعة لكن لا يفنيها قد يفني البعض لكن لا تفنى فكرتهم تبقى لكن هذه واسبوبي أي الإفناء ديالش ديالهم زيد وقوتهم وفكرتهم وكيتهم وخططهم وكل شيء وسترون في هذه الصورة كيف يركز الله تعالى على أن بطشه وفعله بأعدائه الذين أرادوا للإسلام كيدا كيف أن عذابه استأصل ليس فقط الرؤوس وليس فقط الأشخاص ولم يدمر فقط قوتهم العسكرية ولكن التدمير كان شاملا تدمير الفكرة والرؤية والتصور والمشروع كل ذلك تشير إليه حرف با ألم ترى كيف فعل ربك ب ب أي بكل ما في هؤلاء من خطط وكيل كل شيء بأصحاب الفيل لأنا أصحاب سماهم الله تعالى أصحاب الفيل على اسمهم الله تعالى أصحاب الفيل لأنهم إن شاء الله تبارك خرجوا شوف دائما دائما إلي بغي تتعلموا واحد السيد وتعرفوا باش تعرفوا باش غيرتعرفوا إذا أردت أن تعرف شخصا أو أي شيء بماذا تعرفوا هه الخاصية الخاصية اللي كتكون ظاهر بحال مثلا تشوف وحد وحد الجمل العوار وعندك الجمل بالسبوع وي MSV وي میزون القاطع اللي فيهم الجمل العوار ماذا قاطع حاذا قاطع لكن تقول أرى القاطع اللي فيه الجمل العوار أصحاب الجمل العوار ما معنا أصحاب الجمل العوار لأن هذا هو اللي 5 يميزهم هذا هو irrational يميزهم تشوف واحد السيد مثلا إن شاء الله تبارك وتعالي حاجة تميزوا مثلا تميزوا ذكاء ولا شي حاجة كتقل مثلا الناس صحاب ذكي صحاب الذي يكيد صحاب كل حاجة انتم لي بقولوا لك تصور تعلم دون باش تعرف المدون يوريوا لك باريس باش توري فعل يوريوا لك لندن باش بيقبل يوريوا لك بيرلين باش وهكذا اذا كل حاجة انت تعرفها باش بما يميزها عن غيرها هالزيش من الذي يميزه لانهم لم يكونوا قد عهدوا ان جيشا يقاتلوا بهذا النوع من الدبابات في وقتها كان يشوفوا اسمه كانوا واسمه كان يشوفوا محورب لي كانت ديرا قوريش باش كانت باش الخيل ولا هو اسمه هو الكر والفر الخيل ولا هو اسمه ولا غير مشهد لم تأحد الجزيرة العربية ابدا انها رأت جيشا يقاتلوا بالفيل ولذلك ما يميزوا هذا الجيش واسمه فيا له ما معنى فيا له يعني كل جهة عندها فيل لصوقها جهة فيل لصوقها وقع كل شي سوقهم الفيل الكبير اللي هو محمود يسميوه محمود حتى السمية اسميوه محمود ها ها يكون ابيض ذاك الكبير البيض اللي هو يقود الفيل يلقاء الناس شفوه وهو ما قبل ما ينزل للقرآن على انها اولى اصحاب الفيل هم كان يسميوه اصحاب الفيل لاش لانهم ميزوا هذا الجيش هم اللي قالوا ميزوا هذا الجيش بشيء لم يعهدوه من قبل فهذا الذي ميز هذا الجيش اصبح علامة عليه بها يعرف وتسمى بها وبه سماه الله من فوق سبع سماوات اذا على اصحاب الفيل لان هذا امر جديد لم يألفه العرب ياك ثانيا هو ما يميز الجيش وكل ما يميز شيئا كان علامة بها تعرف والثالثة واسموه ايها المسألة الثالثة ان الله سبحانه عز وجل نسب الجيش كله للفيل لاش لاش نسمهم للفيل احنا كنقولوا اصحاب رسول الله اش كنوا اصحاب رسول الله ننسب هؤلاء لرسول الله ويقول لكم اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي فهو الذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم ملأ احد ذهبا ما ادرك مد احد ولا نصيفه لان اصحاب اصحابي اصحابي لو انفق احدكم كجبل احد ذهبا ما ادرك مد احد او نصيفه هذو اصحابي شرفهم بشرفي صاحب من يقولوا اصحاب اش كون اصحاب السفينة ما من اصحاب السفينة فانجيناه واصحاب السفينة شو اصحاب السفينة الذين ركبوا مع نوح سفينة النجاة نجاهم الله ومن يقول سيد ربي سبحانه عز وجل اصحاب الاعراف شو كون اصحاب الاعراف معروف يوم القيامة بهذه المزية يوم القيامة يجلسون على جبل بين الجنة والنار فينظرون اغلب ما ينظرون اله الجنة ثم تصرفوا بعض في بعض يوقاتهم وجوهم تلقى اصحاب النار لذا اقولوا اصحاب العراف وهذا اصحاب الفين لماذا نسيبوا للفين ليس فقط لانه الفين يميزهم ولك علاش لان الشرفهم زين يستقى مناش من الفين اي قوتهم باش معت الدين قوة الفين قوة الفين هزموا العرب مرتين قبل الوصول الى المغمس اللي يرون فيه المغمس هو قريب المكة هزموا العرب الذين حاولوا مقاتلته وصده عن بيت الله الحرام القضي مخطط كبير هذا مخطط كبير هزمهم مرتين اه اذن هوا كيقولوا علاش كيقولوا يعني تقريبا اه العرب شجعان وقاتلوا وضحوا من اجل الدفاع عن بيت الله الحرام لم يسلموه ابدا ولكن قوة فاش الفين يعني الفين كان كيشوفوه واسمه الخيول اللي كان يقتل بها يفروا كي يطلقوا الفين يجريو الخيل لم يعهدي خيل تلك المناطق عن يحاربه الفين اللي هو كبير كي يديرو يحاربو الفين كان كان بكريل خيل شجاع منين يتلقوا الجيش الخيل مع الخيل لكي تشوف تكون شاء الله تبارك وتعالى اللقاء ويكون الفارس شجاع لكن من يشوف الفين واسمه يفر ويرمي بصاحبه فهم أصحاب الفيل علاج لأن الفيل هذا يعتمد عليه كقوة استراتيجية في مواجهة من يريد مجد هذه واحدة والثانية ثانية إما أن ينتموا إلى الفيل لأن الفيل هو أعظم ما يملكون من مصادر القوة فينسبون إلى قوتهم بحال يقولوا مثلا أمريكا دولة صناعية هي صاحبة هي صاحبة أف أف خمسة وثلاثين روسيا يقول له طائرة صخوي خمسين مثلا آخر ما وصل إليه الصناعة الحربية في تلك الدول تنسب مثلا إلى أرقى ما وصلت إليه الصناعة في ذلك البلد ينسب إلى ذلك هذا عندهم الفيل والثانية أن حينما تقف مع الآيات تجد أن الفيل كان إماما فعلا كان إماما فهو الذي يتقدمهم وعليه الاعتماد وستظهر إمامته أكثر حينما يرفض أن يتجه إلى الكعبة لهدمها ويصرون على ذلك وهو يرفض ويصرون على ذلك وهو يرفض كأنه أعقل منهم وكأنه فهم الرسالة ولم يفهموها هم ولذلك سيدا ربي اخترت يشبه الإنسان الكافر لماذا يشبه إِنْ هُمُوا إِلَّا كَلِنْعَام بل هُمُوا أَضَر بل إن الله قال في القرآن في صورتين شو كيقول سيدا ربي سبحانه وتزوجه في صورة أنفان إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون والآية الخراسة يقول سيدا ربي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يفقهون الذين كفروا شر الدواب الذين لا يسمعون لا ينبصرون لا يفقهون شر الدواب الذي لا يفقه سنن الله الذي لا يفهم عن الله هذا شر الدواب وذلك سيدا ربنا سبهم إلى الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هل اعترض أحد من المشركين الذين عاينوا تلك الحادثة هل اعترض أحدهم لم يعترد لم يعترد فكان الحدث بالنسبة للنبي الذي لم يره وبالنسبة لأمته إلى يوم القيامة حقيقة أكثر نصاعة من الشمس في رابعة النهار حقيقة ما شيء غير الفعل الفعل زيد وتفصيلاته المذكورة من يقول طير طاير من يقول أبابيل نعم أبابيل شفوها شفوها أنكروها أنكروها فكل ما سيأتي من تأويلات من تأويلات لبعض المتأثرين من العلماء لأن محمد عبدو شوف محمد عبدو مجموعة للعلماء جفوح اللقيتة كانوا العرب واسمه واسمه كان العرب العرب متخلفين وكان الغزو الاستعماري قد أخذ كل بلادهم وكانت أوروبا عندها فتوحات علمية فكان فكرها يؤثر حتى فيما يسمى بعلماء النهضة والإصلاح محمد عبدو مني يجي مثلا يقرأ طويرا أبابي لأش كيقول كيقول إن شاء الله تبارك وتعال هذه بعض الحشرات كالذباب وللنموس يعني صغير وكانت تحمل إن شاء الله ميكروبات وفيروسات وتلك الفيروسات حينما يصيبوا بها أولئك يصيبوا بالجذري الجذري الذي فعل بهم وفعل بهم كان كيدفع زعماء لاش الإسلام طريقة عقلي أكثر عقلي أكثر زيد ولم يقف مع قوله تعالى كيف فعل ربك ورب قال طير طير والمشرك اللي كان كان يبغاه ينكروا ذاك الشيء لو ننكره المشرك قال له رأينا طيورا كالخطاف نين قد نوصل والخري كالوطواط الخفاش هم رعوا ذلك ورعوهم أبابيل سنقف مع أبابيل لأن هذا فعل الله الله تعالى من ينطلبون من القوم ديالي صالح ديرنا ديالشي آيان آملو واسمه دارهم سيدر باسمه كيدر للناق سخرة حجرة قومي ناقة فقامت ناقة هم يرون أن السخرة تحولت إلى ناقة كيف يقول هذا شيء قال الفعل تعسي دار بي عنده شيء حد القدرة المتناهية كن فيكون إن الله إذا أرد شيء يقول له كن ولا المسلمين ما أقول لاش عندهم هذا الإيمان واليقين في حربهم مع داء الله الذين هاجمون من كل حدب وصوم ما غادي شيء لكل غادي يبقى عندك شك ذرة تعشك في قدرة الله المتناهية رغادي ادخل المعركة وأنت واسمه العقيدة أنت عكفيها وهان قفنا اليوم شاء الله مع ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بي أي باش كل شيء بهم أفكارهم خططهم وكيدهم وكل شيء لا إله إله أفكارهم ترجمة نانسي قنقر